اليوم الفيديو برعاية سفت فير مختص هذا الموقع للمهتمين بالألعاب مميزات هذا الموقع أنك تقدر تشتري أي شيء عبر رصيد شحن سوى أولاً هذا الموقع يبيع عنوى الألعاب للبي سي بسعر قليل جداً مثل لعبة فيفا أو غراند غراند فقط عندهم 30 ريال ثانياً أي شيء تشتريه بثواني وهو عندك سرعين بالتنفيذ سوى تشتري بطاقات أو ألعاب ثالثاً عندهم رقم للتواصل وأي مشكلة تصير معك تقدر تستعيد مبلغك يعني إنسى يضيع حقك وأبشركم طرقة الدفع عندهم مواجد ولكن الميزة اللي عجبتاً أنك تقدر تشتري أي شيء عبر بطائق شحن اكتب بجوجل سوفت فير ولا أنزل تحت ورح تشوف نحاض كل شيء عن الموقع السلام عليكم جاهزوا لي حالكم طبعاً القلوبة مقوية مثلي اليوم بهذا المقطع أنا بنركز على فيديوهات الجن أعوذ بالله من الشيطان الرجي مرحبا أهم شيء حبيت أحذر أهل القلوب الرقيقة بالانصراف هذا الفيديو موه مناسب لكم واللي صامل يستدم باللايك وأي ضيف جديد ويحب الغرائب ويملك قلب جامد يشترك عندنا أنا بيبسي وخلونا نبدأ أولاً طبعاً يقال مني متأكد بس يقال يقال أن بعض الحيوانات سبحان الله ميزة الله برؤية الجن وحتى في حيوانات يقال أنه تأكل الجن والعلم عند الله مثل الذيب يقولون أنه يفترس الجن ولكن ما ندري ولا فيه أدلة خلونا من هذا الكلام أبي وريكم فيديو يصلخ العقل فيديو الأجنبي هذا الأجنبي عايش مع كلابه أعزكم الله وفجأة كلب من أحد كلاب اللي عنده توجه إلى القبو وكأنه يشير إلى أن في شيء والحيوانات سبحان الله استحاله أن نتمثل أو أن نتكثب يعني مستحيل تشوف مثلاً كلب يمزح ويستهب صاحبنا الأجنبي مسك الكاميرا وشغل الضو لأن كأن طافي الكهرب وتوجه إلى القبو ولكن شوفوا وشصتنا مسكوا عقولكم قبل تضير وشوفوا لي الفيديو طبعا القبو غالبا يكون مسكن مريح للشياطين لأنه مكان تحت الأرض وخالي ومظلم جميع شروط الراحة للشياطين متوفرة فيه وبعد تروا الأجانب ما عندهم شيء يسمحوش فيعتمدون على القبو بعيدا عن القبو ما القبو ردة فعله مرعبه ولكن أيضا ممكن تكون تمثيل لكن أكلاب اللي عنده أشبه بالمستحيل أن نتمثل ثانيا أنا متأكد إن كلكم تارفون معنى كلمة فوبيا معنى فوبيا اللي هي خوف من شيء معين وأغلب البشر سبحان الله عندهم فوبيا ومن ضمن هذه البشر هو هتلر هتلر كان عنده فوبيا وخوف من الأماكن الضيقة خلونا من هتلر تدرون إن في بشر عندهم فوبيا من المستشفيات وفيها البعض عنده خوف من الإبر وحتى فيها البعض عنده فوبيا من الفنادق أو أماكن التسوق أو حتى السوبر ماركت خوف من السوبر ماركت والثلاجات جد السوبر ماركت إذا كان الظلام تصبح مخيفة وحتى فيها فلام كثير مرعبه تم تمثيله بسوبر ماركت وحتى فيه قصص واقعية بعد نفس الفتاة اللي كانت سكرانه وتوفت بأحد ثلاجات الطعام والمشروبات حقات التبريد بأحد الفنادق قصة طويلة ومرعبه ولكن حنا منا بنتجاوز موضوعنا أنا واضح أني خذت راحتي بالسوليف خلونا بمقطعنا الحي أبوريكم فيديو تم تسجيل هذه اللقطة بأحد أماكن التسوي استعادوا التسجيل ولاحظوا كأن يطير العقل امسكوا قلوبكم وشوفوا امسكوا قلوبكم وشوفوا ويخلقوا ما لا تعلمون ثالث فيديو وللأمانة هذا ممكن أغرب فيديو بمقطعنا اليوم ولكن قبل أوريكم الفيديو خلي علمكم شي تقريبا شبه يوميا تقام تجارب على أغلب الحيوانات أعزكم الله لو للله ثم هذه التجارب لما كان فيه مادة الأحياء وحتى بعض الأدوية يتم تجربته أيضا على الحيوانات يعني الحيوانات لهن فضل كبير من بعد الله لاستمرار هذه الحياة صدقا فيه مقاطع انتشرت عن تعذيب الأرانب ولكن ما ودي أخوض بهذا الموضوع أبي وريكم الفيديو الحين أثناء تصوير تجربه على ثعله حادث شي مستحيلا يحدث امسكوا خلاص امسكوا امسكوا الى متى شوفوا الفيديو طبعا العلم عند الله ولكن أنا لحظات أقول مستحيل أنه مثلا هذا ممكن جن وأقول ممكن هذا فخ هم حطينه له العلم عند الله ولكن جد فيديو غريب ربع فيديو وآخر فيديو من غير شي أحبيت خلي هذا الفيديو آخر شي لأنه أقوى فيديو تقريبا الرسول عليه السلام أمرنا بقتل الكلب الكلب خالص السوات وحذرنا منه من يعرف وش السبب ولكن البعض يقول أنه شيطان هذا الكلب الأسود وإلى حد الآن أنا من يعرفش أبي وريكم فيديو الكلب أسود والله يا عيال كل من نظر لعيونه يغمى عليه شوفوا لي الفيديو موسيقى طبعا لاحظوا شلون يرمون أجسادهم رمي إذا رعا لهم الكلب سبحان الله شي غريب شي ما يتصوره العقل وأعيد وكرر مو كل شي يتصدق أيضا يمكن يكون مثلا تمثيل شي متفق عليه ولكن صدقوني ما حذرنا الرسول عليه السلام من الكلب الأسود عبث أهنيك أهنيك على صلابة قلبك بوصولك إلى هذه الثانية اليوم الفيديوهات خليت كلها مرعبة وعادي ما يمنع انكم تكتبون لي بالتعليقات وش تفضلون الرعب ولا الغراب وبعد لا تنسى تثبت صلابة قلبك وتتخذ هذا الاموجي بالتعليقات اذا وصلت لهذه الثانية وبس شكرا لك على المشاهدة ومع السلام اشتركوا في القناة